اصدر رئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 حيث يعين رئيس الجامعة وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك من بين ثلاثة اساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد كما يجوز اقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الاعلى للجامعات بدأ منذ قليل اول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لمناقشة الاوضاع الامنية والاقتصادية ومن المقرر ان يناقش الاجتماع التعديلات على الموازنة العامة للدولة والتي رفض الرئيس الموافقة عليها نظرا لارتفاع نسبة العجز بها بالاضافة الى مناقشة الاستعدادات لشهر رمضان والحالة الامنية بالشارع المصري اشتركوا في القناة